افادت وسائل إعلام الإسرائيلية أن مدير معهد الأبحاث في صندوق المرضى العام وعضو طاقم مواجهة فيروس كورونا المستجد في وزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور راني بلتسر قال إنه لا توجد موجة كورونا الثانية ولا إغلاق للمدارس وبحسب المصادر حذر بلتسر من استئناف الرحلات الجوية للبلاد في الوقت الذي يتم العمل على استئناف عمل المرافق الاقتصادية الأمر الذي قد يتسبب بحالة عدم سيطرة في ظل انتشار فيروس كورونا بدوره قال نائب وزير الصحة الإسرائيلية لوسائل الإعلام إنه بالإمكان التعامل مع فيروس كورونا وإنشاء الروتين يسمح باستمرار الحياة بالمجالات كافة في الوقت الذي عبرت فيه خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة لبروفيسور سيغال ساديتسكي عن قلقه من ارتفاع الإصابات كورونا الأسبوع الماضي أرجعت الحكومة الإسرائيلية استئناف عودة تسيير القطارات الذي كان من المقرر يوم الاثنين بالوقت الذي كانت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف أعلنت فيه استئناف عملها هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية إنه سيتم عقد اجتماعاً للمجلس الوزائي المصاغر لشؤون كورونا لبحث الخطوات المطلوبة في المدارس والمواصلات العامة والقطارات وأعلنت وزارة المواصلات أنها تستعد لتسيير القطارات في وقت لاحق وذلك بموجب قرار نتنياهو ووفقاً لمعطيات انتشار فيروس كورونا في البلاد موجة ثانية من الكورونا تلوح بالأفق وتضرب البلاد حيث سجلت 740 إصابة خلال الأسبوع الأخير وحده في البلاد عامة منها 92 إصابة في المجتمع العربي ما قد ينذر بتفش أوسع بسبب مصار العودة للحياة الطبيعية أرقام اللي وصلتنا اليوم بتحكي على 1180 حالة في المجتمع العربي في الداخل زيادة بنسبة 92 حالة في الأيام الأخيرة في الأسبوع الأخير أنا بحكي من يوم السبت لحد يوم السبت تركيز التفشي كان في منطقة النقب إحنا بنحكي على أكثر من 75 حالة في النقب من هنا 32 حالة في راهط في حورة 23 وفي عرعر 20 بالمجمل إذا بقيت تطلع على المجتمع العربي في قيم النقب ونطلع على مجمل مناطق إحنا من الله أن الحالات عندنا ما يقارب أقل من 20 حالة خلال أسبوع تخوفات تسيطر على الشارع في البلاد من موجة تكون أشد فتكا حسب وصف الخبراء والمهنيين الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفحوصات في البلاد إلى 4000 في الأسبوع الأخير وحده حيث تمركزت الإصابات المرتفعة في منطقة النقب إحنا نلاحظ أنه في خلال الأسبوع الأخير تم إجراء ما يقارب 4000 فحص هذا ارتفاع بالنسبة للأسبوع اللي قبله بس ما ننسى أن الأسبوع اللي قبله كانت فترة العيد والناس مشغولة كثير في إجراء الفحوصات طبعا الفحوصات جيدة وإحنا منطالب من هون كمان مرة في تكثيف الفحوصات اللي تجرى في المجتمع العربي لأنه هي الوسيلة الوحيدة حتى نقدر نحصر المرض وما يتفش المرض في مجتمعنا مرة أخرى ترتفع أرقام الإصابات في البلاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة في ظل فتح المطاعم والفنادق وعودة الحياة لطبيعتها في البلاد ما قد يهدد بكارثة حقيقية في حالة عدم الالتزام بتعليمات وتوجهات وزارة الصحة 25 مؤسسة وجمعية عربية ويهودية شاركت نظمة ودعت لهذه التظاهرة التي أردت بها أن تكون رسالة إلى المجتمع الدولي المشاركون هنا من المجتمع العربي هم أبناء الجيل الأول من النكبة والجيل الثاني الذين أحضروا أبنائهم من الجيل الثالث في تظاهرة السلام هذه نقول لحكومة الرأسين اللي هني نتنياهو فيغانس إنه في صوت آخر في هذه البلاد ليس صوت اليمين إنما صوت اليسار الذي ينادي بالسلام العادل والثابت وإقامة الدوتين لشعبين ولكن بنضال عربي يهودي مشترك اللي إلو أمل أن يتطور وأن يتقوى وأن ينزل إلى الشارع من أجل مقاومة كل المظاهر الفاشية واليمين الذي يدعو للضم والذي يدعو للحرب القادمة والكثير من المتظاهرين اليهود يرون أن الحديث عن السلام غابة عن إسرائيل في ظل وجود رئيس حكومة اختطف الحكم منهم هو الذي يواجه ثلاثة מلفات فساد كان هذا صوت أمل مرقص الذي صدح في مدينة تل أبيب وبه يعكي صديق المجتمع العربي من حكومة همشته وأغرقته بالفقر والآن تقف لتتنصل منه ولتسلخ عنه جزءا كبيرا من أبناء مجتمعه دون سؤاله هؤلاء المشاركون في هذه التظاهرة عربا ويهودا هم الأمل في وجه مخططات تضع السلام بين الشعبين في خطر بهدف الصمود السياسي لبنيامين نتنياهو قال نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يائر جولان إن الغالبية العظم من الجيش ضد مخطط ضم أراضي فلسطينية لما يسمى بالسيادة الإسرائيلية وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن جولان دعا للتفكير برد فعل الفلسطينيين في اليوم التالي من تنفيذ خطة الضم الإسرائيلي وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتفاضة ثالثة هذا ونقلت وسائل الإعلام في وقت سابق عن مصدر من حزب اليكود مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يستبعد تنفيذ مخطط الضم في حال لازم الأمر اعترافا بدولة فلسطينية طالب الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مخطط الضم الإسرائيلي وفرض عقوبات على دولة الاحتلال بهدف إجبارها على التراجع عن خططها وأشار الاتحاد في رسالته لرئيسة المفوضية الأوروبية فون ديرلين إلى أن فكرة الضم تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية وأكد على أن ضم غور الأردن يأتي على حساب آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم وشدد الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية على أن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع سكان التجمعات الفلسطينية في غور الأردن إلى مغادرة أراضيهم ومنازلهم وتعزيز الضم الفعلي لهذه المنطقة مع استغلال مواردها ما يعرقل التنقل من مكان إلى آخر أو إقامة دولة قابلة للحياة أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى الفلسطينيين في سجني عفر ومجد يعانون من نقص شديد في الملابس بالتزامن مع ارتفاع نسبة المعتقلين في أقسام الأسرى منذ مطلع شهر أيار المنصرم وبحسب نادي الأسير فأن استمرار التوقف زيارات عائلات الأسرى التي توفر الملابس لهم سهم في تفاقم الأزمة عاد عن ارتفاع الأسعار التي توفرها إدارة السجون في الكنتينة وأشدد نادي الأسير على ضرورة الضغط على إدارة السجون الإسرائيلية بهدف توفير الاحتياجات اللازمة للأسرى ووقف الإجراءات المتخذة بحقهم بحجة إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا العشرات من أهل الأرض والنشطين من أنحاء متفرقة من النقب شاركوا في اجتماع طارئ عقدته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في قرية خربة الوطن المهددة بالتشجير من أجل التهجير وخرجوا بتوصيات من بينها تبني اقتراحات اللجنة المحلية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها هذا الاجتماع وجزء من الاجتماعات واللقاءات والزيارات التي تجري إلى هذا المكان إلى هذه الخيمة قرية خربة وطن كباكي مناطق النقب مهددة بالمصادرة ثم التهجير يعني إسرائيل تتبع سياسات رسمية بعدم الاعتراف بالقرى في مناطق النقب وعدم مدها بأسباب الحياة ليس لأنها عاجزة عن مدها بالماء والكهرباء وشبكات البنى التحتية وإنما لأنها تريد لهذه الكرة أن تترك هؤلاء المواطنين أن يتركوا أرضهم وأن يهاجروا منها وفشروا يعني هذه الأرض عربية وأهلها متمسكون فيها مخطط التشجير من أجل التهجير هذا مخطط غير مقبول علينا كشعب وكمجتمع نحن مع الأرض نحن مع التراب نحن مع الصخر نحن مع الشجر لكن هؤلاء لا يأتون للتشجير بدافع محبة البلد ومحبة الطبيعة إنما بهدف تهجير الناس من أرضها ومن وطنها عشرات آلاف الدنمات يتم محاصرتها في أرض النقب من قبل المؤسسات الإسرائيلية بأذرعها المختلفة على رأسها الكيرين كيامت من أجل تهجير أهلها منها والاستلاء عليها من عبدة جنوبا وحتى رهض في النقب الشمالي والمتحدثون أشاروا إلى أن خربة الوطن التي تقع في قلب النقب بين بلدة حورة شمالا وتل السبع جنوبا يجب أن تكون خط الدفاع الأول عن حقوق أصحاب الأرض نحن بحاجة لخطوات أوسع وعملية على أرض الواقع أنا أريد أن أقول كلمة واحدة مهمة جدا هي قضية اللجنة المحلية هي التي قامت بهذا العمل الجبار والجيد وأهالي المنطقة جاءت لجنة متابعة لتضيف إلى ذلك أو لتأخذ من هذه القرارات التي اتخذت أصلا ولتضيف عليها وتستمر في عملية ديمومة هذا النضال المستمر لأن القضية الآن لم تتوقف عن قضية هدم بيت هنا أو هناك هي قضية تصيب العصب في منطقة النقب اقترح ثلاث اقترحات بالنسبة لخربة الوطن وهي خاسرة النقب وخربة الوطن يجب أن تكون خربة الوطن كله من شماله إلى جنوبه وللجمهر العربية النضال يجب أن يكون هنا في الخيمة موازيا لنضال في القدس وفي بير السبع يجب أن يعلم العالم كله بأسره أن هذه القضية يجب أن تنتصر وينتصر أهل النقب وانتصار خربة الوطن هو انتصار للنقب كله الناشطون وأعضاء الكنيسة ورؤساء السلطات المحلية من الجليل والمثلث والنقب أكدوا على ضرورة العمل من أجل تدويل قضية القرى مسلوبة الاعتراف في النقب ومقاطعة سلطة التوطين البدو والعمل في أطر قانونية ومدنية من أجل دحر هذا الخطر الذي يطال كافة القرى حصل جو بايدن رسميا على ترشيح الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية متجاوزا بذلك عتبت المندوب لتمثيل الحزب في مصابقة انتخابات عامة ضد دونالد ترامب على الرغم من أن بايدن كان المرشح المفترض لأشهر إلا أن انتصاراته الأساسية في الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ساعدته في تأمين فوزه بالترشيح منافسه بيرني ساندرز الذي خرج من الصباق في أبريل لا يزال يجمع المندوبين في محاولة للتأثير على منصة الحزب الديمقراطي في المؤتمر الذي سيجي في أغسطس آب القادم ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة أزمات متفاقمة أحدثها جائحة فيروس كوفيد 19 وارتفاع معدلات البطالة وموجة من الاحتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة سيدخل بايدن الانتخابات العامة في نوفمبر 2020 في موقع قوي حيث أظهر الاستطلاع تقدمه في عدد من الولايات الرئيسية في ساحة المعركة لقد وضع بايدن وترامب رؤى متعارضة وسط الاضطرابات حول وحشية الشرطة حيث اختار بايدن لهجة موحدة أظهر استطلاع جديد لقناة CNN أن 51% من الناخبين المستجلين في جميع أنحاء الولايات يدعمون نائب الرئيس السابق جو بايدن في حين أن 41% يؤيدون رئيس دونالد ترامب في الصباق الرئاسي لعام 2020 وتمثل الأرقام الجديدة تحولاً لصالح بايدن منذ أبريل عندما وجد استطلاع CNN لاستطلاعات الرئي دعماً لبايدن بمتوسط 48% في حين بلغ متوسط ترامب 43% ووجد استطلاع قامت به واشنطن بوست وإي بي سي نيوز انخفاضاً في الموافقة على كيفية تعامل ترامب مع الفيروس في مارس وافق 51% بينما رفض 45% الآن 46% يوافقون و53% لا يوافقون وأظهر استطلاع جديد للرأي أجته مارس وPBC نيوشاور وNPR كوليج يوم الجمعة أن معظم الأمريكيين أي 67% يعتقدون أن استجابة ترامب للمظاهرات زادت من التوترات بينما يعتقد 18% أنه ساعد في تقليلها يقول معظم الديمقراطيين 92% منهم والمستقلين 73% إن استجابة ترامب أثارت التوترات إلى حد كبير بدلاً من تهديئتها الجمهوريون من جانبهم لا يرون الرئيس بشكل موحد على أنه شخص خفف التوترات يقول عدد كبير من الجمهوريين 41% منهم أن الرئيس فعل ذلك لكن 29% يقولون أنه زاد التوترات و30% يقولون أنهم ليسوا متأكدين تظاهر مئات المحتجين اللبنانيين للتعبير عن غضبهم من أسلوب إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية الخانقة وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة وهذه أول احتجاجات كبيرة منذ قيام الحكومة بتخفيف قيود العزل العام التي فرضتها لمنع تفشي فيروس كورونا كما تأتي في الوقت الذي تتفاوض فيه بيروت مع صندوق النقد الدولي على اتفاق تأمل أن يتيح لها تمويلاً بمليارات الدولارات لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي ينهار وأضرم محتجون النار في سناديق قمامة ونهبوا متجر أثاث في الحي التجاري الراقي في العاصمة وحطموا مواجهته لإخراج أريكة منه وإغلاق الشارع به وتفجرت على ما يبدو التوترات الطائفية حتى مع توقف الاحتجاجات مع سماع دوي إطلاق نار في بعض أحياء بيروت وحدوث مواجهة سادها التوتر في منطقة مسيحية شيعية مرتبطة ببدء الحرب الأهلية التي دارت فيما بين عامي 1975 و1990 مما دفع قوات الأمن للانتشار بأعداد كبيرة طبقاً لما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية وحضرت زعماء السياسيون والدينيون من خطر حدوث عنف طائفي وكان من بين مطالب بعض المحتجين نزع سلاح جماعة حزب الله الشيعية وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بشدة في لبنان على مدى الشهور الماضية وفقدت الليرة اللبنانية ما يزيد على نصف قيمتها في السوق الموازية وارتفعت الأسعار والغت الشركات الوظائفة بظل إجراءاتها لمواجهة آثار جائحة كورونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة